بغيت نهضر على واحد النقطة ان بزفت ناس فاشتيا بطلهم السكر تيقولك كلي تتمر اربع ساعة عادي يعطني تتمر عن المفعول دي هالو صافي اللي مات مات واللي عاش عاش فالغس يكخاش دي ما كنديروه بلازي بلازي حاوس كاش غا تقولي المشروب الغازي الاسود دي ياك ياك اما شو ما تقولش ناس اللي عارفين مشروب الغازي الاسود دي ياك اولا جود ارانج اه اولا كلي كيدير مثلا جوجة طريفة طلبات ديال السكر هو احسن حاجة الناس اللي عندهم السكر وعارفين راسهم غي خرجو يتمشى ولا غي ديروا رياضة ولا شي حاجة ديال عصر الليمون ديروه في قريعة ونهزو معايا كي طلع السكر في البلاسة مزيال حي تقريبا مثلا إلا شرب سكاس ديال جودوغاوش بحالك لثلاثة طوبات ديال السكر في السميسو فكنديرو الغسويك خرجو بداك الكاس ولكن هي سكرية سريعة ردو البال ماشي كاس ومشي عبتنين سمش ساعة نشرب كاس الليمون باش يطلع علينا السكر ما نغيبوش ما نطيحوش ما كادا وعاد ناكل وبالنسبة الاعراض ديال هوبط السكاري الناس اللي ما كتعرفهاش اول حاجة كتبدانا كتبدك بواحد العياء الدبابة على عينيك كان بدان نعرق واحد العرقة باردة كما قالت لنا ساميرا في السميسو كان بدان نعرق واحد العرقة باردة كتدجيني واحد ترعيدة في الدات جالي فان فوا محل دب الناس اللي عندهم السكر غير يبدأ يحس بديك الدبابة يدير يأكل ياخد شي حاجة حلوة نعم هذا السكار في بلعصة كيف كان نقول احنا بغيت نهضر على واحد النقطة انكين باس اللي تهبط لهم السكر وما ماشي ما عندهمش سكر نعم تدرو ديزي بو غليسيمي ولكن ما مني تنذيروا تحرير الخزان والسكر ديال قبل الفطور عادي يعني ما عندهم شو مما مش مرض سكاري فهنا كينجوش الأنواع كين الناس اللي كان نشي وكان ديروا واحد تحرير ديالي بيبتيد سي باش كنشوفو اه اياك مالا يحفظ كيناشي تومغ في البانكرياس وكيكون واحد واحد الواحد الاسوكريسان زايدة ديال لانسولين ودك شي اه اه اي خرجوا مزيانين ديك ساعة تنعرفو ان الهوبط في السكري كيكون سبب ديالو سترس كين الناس اللي كانت سترسي وانا معمرني منسا واحد المريضة كتدير ديزي بو غليسيمي كي جيبوها مغيبة ما عندهاش سكار درنا دوزج ديالي بيبتيد ستر درنا مو من درنا جميع فحوصات ولي غاديو ودك شي كل شي مزيان الاستخس كتابة كيهبت سكار ما عدتها وطور كتنزلها كالناس اللي مني تسترسي وتيكون واحد الافراد في الفرس ديال لانسولين فتتبط لهم لغليسيمي فهات السيدة خاصتها تفق يجبو لها المكلة الفراشة نعم نهار كامل خاصت تاكل كل ساعتين خاصتها تقدير هبوط في سكري ولكن ما عنده سكار نعم اجينا نتكلم على الاعراض ديال هبوط ديال السكار يعني حت قلنا احنا خاصت الناس ينتابهه قبل ما يهبط لهم السكار لانا يقدر الانسان يكون بحديته ما يكون معتش حد بزاف ديالامور فبالتالي الانسان ينتابع الى حسيتي بهذا الشي كول اولي على الاقل كيف قلتي عاصر ديال الليمون باش عكدا يطل عليك السكار في البلاصة وتاكل من بعد منه اجينا نذكرون الناس بهذا الاعراض اللي سمعت بالنسبة الاعراض قلنا اول حاجة كتبدا كتجينا واحد دبابة على عينينا كتجينا واحد واحد الصخفة واحد العياق تحسب راسك مقتز لا يتيك لرجليك كتجينا واحد العرقة باردة وتجينا الترعيدة كتجينا واحد ترعيدة هنا هادو اعراض ديال هبوط السكري سنين ناخد نديرو الغسوك خاج وكيم ما قلت الغسوك خاج ما كيكونش بتتمر ولا ناكل الخبز ولا ناكل هادي اما شنو مش بنسو مشروب الغازي اصوات لا اعطي هذه حت اغلبية الاطباء وهنا شحر مرة كان ومالك يتكلمو عليا اولا كيبقونا الممع السكار وليك اليوم عطيتينا نقطة ليتيم زيانة لي عصر ديالليمون عصر ديالليمون قلتي انا الانسان بحل دبالناس اللي عندهم السكار وعرفين راسو مثلا تديرو هبوط ديالسكار في الليل دي ما يحط عند راسو جودورانج فاق مثلا نحس انه القرسو عرقان سخفان يشرب جودورانج اولا الناس اللي عارفين راسو انتهبط لهم سكار ينعسو يا بطلي سكار فالناس مثلا اللي يعرف انتهبط لهم سكار في الليل عائلتهم مثلا اللي معهم ما فيها بس مثلا واحد كل ساعتين على ما يتفقد له سكار يفق يعبر له سكار يشوف شنو كين لانا من انسان ناقسو ونزلو سكار كيقدر انه يفارق الحياة طبيعات الحياة اذا كانت شيئ لاش اللهم اللي الاحتياط اللهم الويقاء كل كيقول انه الداع انه هاد الامور كتخد بوصفة طيبية بطبيعة الحال من خلال طبيب ديالك وتامني كان بغو نقطعه وكان بغو نحيده لاننا تحسنه مثلا حسين اننا تحسنه رخاص كترجع طبيب ديالك هو اللي كي هو الحاكم ديك ساعت واش خاص كتحيد واش خاص كتنقص او خاص كتزيد منتي اشارات الاساسية انا عندي بحال ده باكن عندي مرضى اللي متنا منتي يجي وتنشرح له ريجيم دياله اللي خاصه يدير ودوه اه تدو وسط الشهور تمشي عبر الخزان الراسو كيلقاه وسل ستاولا 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 سيكون كسافينا مبقاش عندي سكار لا انا بغيت نشير لهاد النقطة مهمة بزاف هو ان سكار هو واحد المرض مزمن مكينش واحد كان عنده سكار ومبقاش عنده سكار هو السكار كيتقاد كيتستابيليزة يعني ممكن ان ذاك ذاك المرضي واللي ستابل يعني مستقر بالريجيم بالرياضة ممكن كان عنده واحد لو قيته ضغط بساف ستخيس قلت نعاس بنسبة للناس اللي عندهم السكاري نعاس مهم طروري نعاس في الوقت واسميته واحد القست كافي ديال النوم باش باش يتقاد السكار فمنيت تنقضوا هاد الشي كامل كيبولي المرض يانا مستقر يعني ولكن باقي كان سكار باقي خسنين دير لي كنتخول جالي باقي خسنين نتبع الطبيب والمشكلة شنو تيطراتي والتي حس براس وبخير تيقلك سافي انا مبقاش عندي سكار كيلوح دوك يلوح رياضة يلوح كل شيء كدوز مثلا كيجي على ثم شهور كيجيك على عام عنده مثلا واحد عشرة في الخزان ولا اتناعش ولا مالك اللي را تقاد لي را كان مقاد را غير تعصبت لا ميمكنش را هو ماشي را مبقاش عندي سكار غير ميمكنش ما يبقاش عندو نعم مزيلا لي شرتي لهاد النقطة غيزلات شكرا لك بزاف لانا كي بزاف الناس طب بعض الامراض اللي كنقولو احنا امراض مزمينة يعني كنتبقى مع الانسان مدى الحياة جال ولا صح تعبيري ولكن مجرد ما كيخد الادوية وكيخد النصائح اللولة لانا كنكونوا مخلوعين في اللول انفوا كيستقر كيكون كيحس بالاستقراء ولا كيحس انه بتحسون كنوليهم ما كنرجعوش هنا تنوليهم في المضاعفات لان سكرت عارفين نتيقص العريقات الكبار والعريقات الصغار عارفين نتيقص العريقات الكبار وما جل الدماغ جل القلب جل الكلاوي كال العريقات الصغار جل العينين جل اسميته كين او ثاني العريقات جل الرجلين فهنا ما تعلمناش سكر كيقولك ركينين مضاعفات هو مرض صامت صح طمقاء وغاديين تيقولك سافران تنح سافر حيت الدوام مبقاش عندي سكا ولكن بعد كيت القراصوف المضاعفات يعني كيف قلت المضاعفات على مستوى شبكة العين على مستوى القلب والشرايين على مستوى المفاصل على مستوى الكيلي على مستوى الأطراف السفلية رجلين وهذه الأمور كلها دونك يعني كين المضاعفات لي هي كبيرة ومشي مشي سهلة فهم الأحسن للإنسان كيف قلنا يضبط مستوى السكري في الدم دياله ويتبقى النصائح لي أنا كتوليستو يعني واحد نمط ديال الحياة كيبقى غادي علي هاد شي باش نختم معك غزلان احنا كنا أكيد كنعرفوا أن السكر غاديو كي يطلع غاديو تتزاد النسبة للنمط الغذائي بزاف ديال الأمور نمط الحياتي ديالنا فاليومنا جيت نشوف معاك شنوي النصائح ديالك قبل ما تقبط الطرق الأقادير شنوي النصائح ديالك الأساسية باش أنا نحافظه على الصحة ديالنا وحطي لك نادنا السكر مثلا أنت عايشوا معا أنا النصيحة اللي غادي النصيحة اللي غادي نعطي للناس هو أن السكر مرض مزمن ما كانش داوت مزكر ما بقاش عمدي السكر هاتشي ما كانش مرض مزمن كيقدر يستقر كيستقر باش بأن أنا كنتبع ريجيم ديالنا لك تبيتي سبوختي بجالنا والدوائلة كان عندنا بالشيخ كانت بعمق أطبيب جالي كل طلت شهر كان دير الخز دان بجالي كان عبر السكر مرة في العام كان دير واحد تغتد القلب تقليبة للشبكة دلعينين كندير التحالي لجال الكلاوي وبين اللي بيجيك مهم والطبيب عارف اشنو خصواتيك وعارف كله وقيته كين اللي تيقولك علاش غم بقى مشي كله تلتشهور مشي كله ستشهور لا راه كله كله مرحلة عنا واحد تحليل كان ديروهم كله مرحلة عنا واحد المراقبة كان ديروها فالنصيحة اللي غدت نعطي ما عندك دوروف قاهرة عندك شي ضرف مثلا ما تقدرش تمشي عن الطبيب ما تقدرش مهم دير غال خزان بعدها نعم كله تلتشهور بعدها على الاقل رغيبة اللي قدك الخزان كي طلع رغا دي تخلع وغا دي سمشي تشوف طباب تيالك دونك والحاجة الثانية هو ان السكر هو مرض عادي مرض العصر بزاف الناس دابع عندهم السكر فما ما 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 ناخدوهاش بحساسية انا عندي سكر مثلا كي الناس في الكابينة يكن قولوا لها بدك سكر كي بداي مثلا العيالاتي بدولي احنا اللي فام شوية تنصيب لكن ما دوله بكي صح كي بدو يبكي وعادي جدا فهو مرض عادي فقط خسني نتعيش معه نعم ممتاز دونك هادو نصائح منك غيزلان لينا كامني باش انا نحافظه ومزيلك لما اللي اخذ انتباه اننا نتعيش معه واكيد نحاولوا نتغلبوا على التوتر اللي قلت في البداية ديال الحلقة لانه تهيى من الامراض اللي كتبين بزاف دلحاجاتك نشكرك بزاف غيزلان عمري اللي انتي اختصاصي عفت بمستجلس وكذلك تتابع ديال السكري شكرا لك